إلى موضوع آخر وفشان الاجتماعي الآن تناشد عائلة بن جعفر من بلدية مرجة سيدي عبد بولاية غلزان تناشد والمحسنين لمساعدتها في علاج ابنها محمد أيوب صاحب الإحدى عشرة سنة الذي يعاني من مرض نادر تسبب في شلل نصفي حيث عاجزت العائلة عن توفير تكاليف العلاجة حمزة زروقي رصدت لي طفل هذا كان نور مال كان يتناشى ويلعب عادي كان يتناشى ويجري نوضع ويقضع 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 بعد ذلك كان سيديه سابعة شهر ثمانية من المحبسة كما جاءت بفراشة يقلبه ونوضع ونعبده وكما لا يقضع المساعدة عندي بزم أدثت وعندي اللي رندفوفاني في واهن مادرت لوش على الجل كشول عندي مدخول شوية قليل وما قدرت لوش العلاج هذا تبعت غيفي كانسر زام مرواش الطب اللي زامتها على سبيسياليتي نيشان وكبه عنواليتين تبعت غيف سبيطارة تاع باطل وصي كنتان في بلاطون بعد أحولوني الكنستير مبادر عندي واحد الستشار ولا سبعة مرواش ماذا بي ان شاء الله نبران ممكن جدا يشوفوا الحالة تاع اياد هذا مدير صحة فاني ما عندوش مادام كلماء كان عدوه بليه انسان معاق موش مدير تاع فاني نشاط اجتماعي سيد الوالي وزارة صحة تتكفل بهذا طفل النوم ما مو باش يوغف يمشي موسيقى موسيقى